نحتاج لتناول العديد من العناصر الغذائية مثل المعادن والفيتامينات والدهون لتساعد أجسامنا في الحفاظ على صحتها يتعرض جسم الإنسان للعديد من المؤثرات التي تفقد هذه العناصر لكن يبقى تعويضها شيئا ضروريا سواء من عوامل خارجية أو غيرها وحتى نعوض ما يفقده الجسم يجب معرفة العناصر وكيف نحصل عليها بما يتناسب مع كل جسم فالحفاظ على تناول المستويات المطلوبة من هذه العناصر يقلل من خطر إصابتك ويحميك من العديد من الأمراض كما أنها تعزز نموك وتمدك بالصحة الجيدة سنتطرق اليوم للحديث عن الدهون والكميات المناسبة في الجسم وما هي الفوائد المرجوة من الدهون وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الدكتورة فاتن أبو قبع سيدة لانية كيميائية ومستشارة صحية كالعادة في صباح في القيط صباح النور صباح الخير صباح الدهون المفيدة والنافع اليوم صباح كندسم إن شاء الله دائما علينا دكتورة تعرفي ارتباط كبير ما بين الحديث عن الدهون واللي نشوفه في التلفزيون الكلام عن الدهون دائما اللي هو أهربوا من الدهون أهربوا من الدهون وروحوا للزيوت النباتية المضرة لكن اليوم إحنا حابين نتكلم على الأوميغا أو الأحماض أوميغا وخلينا نبدأ نعرف ما هي هذه الأحماض جميل جدا مثل ما تفضلتي إنه فعلا في إعلان كبير جدا نهربوا من الدهون الصحية وخاصة للدهون الموجودة بالخيرات الطبيعة اللي حكيناها إنه هي الدهون الموجودة بمشتقات الحليب أو الدهون الموجودة باللحوم الدهون الصحية الطبيعية يا رب العالمين أعطانا ياها ولتج أولوين للزيوت الصناعية اللي الإنسان صنعها فهذا الشيء العلم اليوم والدراسات والأبحاث أثبتت خطأ هذه النظرية تماما بأن الدهون الصحية الطبيعية اللي رب العالمين أعطاه نحن بحاجة إليها جسمنا بحاجة إلى دهون الطبيعية والدهون الصحي جسمنا ما بيغير قادر على تصنيعها وبالتالي لا بد من تناول من مصادر طبيعية خارجية أو من خلال مكملات غذائية موجودة بالصيدليات كعقار كمكملات غذائية علاجية ومن أهم هذه الأحماض الدهنية هي الأوميغا ثري اللي نحن بنعرفه بالمصطلح الشعبي حب زيت السبك وبرجع الصيدلية يعطي لي دكتورة حب زيت السمك أو شرب زيت السمك ابني عنده انتحانات ابني عنده اختبارات بدي أعطيه بشان أوي له ذاكرته هاي معروفة عند الجميع عند عامة الناس فاليوم ننصلق الضوء أكتر على شو فوائد الأوميغا ثري وشو هي أضراره بنفس الوقت يعني كمان نساوي في توازن ما بين الفوائد ما بين الأضرار إنه نعرف نحن كل شي حتى لو كان مفيد لو بيزيد عن حده رح يقلب ضده ويصير فيه عنده آثار عكسية أو آثار جانبية طب لو أجينا عرفناها دكتورة إيش هي الأوميغا ثري جميل الأوميغا ثري يعتبر حمد دهني غير مشبع شو معنات غير مشبع يعني فيه ذرات هيدروجين مرتبطة ثنائية تعطيه خواص معينة خواص فيزيائية وكيميائية معينة هذا الحمض الدهني غير مشبع مثل ما حكيت إنه جسمنا غير قادر على تصنيعه وبنفس الوقت مهم جدا لضبط الوظائف الحيوي بالجسم يعني ضبط درجة حرارة جسمنا ضبط الضغط الدم ضبط عمليات الطبويض عند السيدات كتير من نلاقي فيه سيدات عندهم مشكلة بصبايا يعني صبايا بالعشرينات لك دورة الشهرية غير منتظمة فتعود إلى نقص بيئة الأوميغا ثري أيضا مشاكل الشعر والبشر عند الصبايا حتى عند الشباب حتى عند الشباب يعني عنه وفي مشاكل بالشعر والبشرة وجفاف العين كلها تعز ذلك إلى نقص الدهون الصحية اللي نحن للأسف سونا نبتعد عنها ونخاف عنها ونتجأ المنتجات قليلة الدسم منتجات منزوعة الدسم فاليوم بدنا نصحح هذه المفاهيم إنه نحن بحاجة لهذه الدهون الصحية النافعة ونبتعد عن الزيوت أو الدهون المصطنعة اللي الإنسان تدخل فيه ويقول لك هذا زيوت غير مهدرجة للأسف كل زيت نباتي موجود على الرفوف هي زيوت مهدرجة ومؤذية للشرايين مؤذية للقلب وهي اللي عم تسبب مع تقدم الإنسان طبعا ما من استخدام واحد عدة استخدامات مع مرور الوقت عم تقدي إلى السكتات القلبية والسكتات الدباغية وكتير صنع نسمع وفاة شباب بعمر العشرينات وثلاثينات عم نموتوا بجلطة يعني سكتة قلبية نتيجة سوء الغذائي أو تناول هذه الزيوت النباتية الاصطناعية والغريب في الأمر أننا نبتعد عن الدهون في الأكل ونرقب بنفسنا للصيدلية ندور لهم في هذه الحبوب الذي يطلبوها الكثير من الناس سواء للأمهات الأباء أو حتى للأطفال طيب إيش هي أنواع أحماض الأوميغا 3؟ تمام هناك ثلاث أنواع أساسيات النوع الأول هو موجود بالمصدر نباتي اللي اسمه ألفا لونيك اللي أحكي رموز أنا لأن بعض الأشخاص يحبوا يروحوا على الصيدلية يمس كل منتج أو إذا فيه منتجات داخل بيوتهم يتابع معنا اسمه رمزه يكون مكتوب على العبوة A-L-A هذا اسمه مصدر نباتي يعني موجود بالبقلة بالجرجير بالخضروات والوريقات الخضروات بالبذور بذر الليقتين بذر الكتام بذور الشيا هاي كلما مصدر نباتي شخصيا وعلميا دراسات الواقعة بتقول أنه نبتعد عن المصادر النباتية كمكملات غذائية يعني وبتروحي على الصيدلية الليلة للصيدلاني أنا ما بدي منتج نباتي بدي أوميغا ثري من منتج حيواني اللي هنه نوعين آخرين رموزهم على العبوات بيكون مكتوبين A-D-A و-D-H-A اللي بحبوا يشوفون يتابعون موجودين هدول هنه منتج حيواني نوع من الأوميغا ثري اللي جسمنا بيستفيد منهم وقابل على استقلابهم والاستفادة منهم بشكل رهيب جدا إذا نبتعد عن المصدر النباتي ونلتجه للمصدر الحيواني طبعا المصادر الحيوانية سعره بيكون ضاهظ أكثر لكن جودتها أفضل لجسمنا يعني واحد بيقول لك ليش عندي هنا هذا أوميغا ثري وهذا أوميغا ثري ليش هذا المنتج سعره أرخص من هذا المنتج ونقول إذا كان مصدر نباتي فهيكون سعره أقل هذول أنواع أهم شيء الأنواع الموجودين ثلاث أنواع لكن نرجع للفوائد شو هي فوائد أوميغا ثري ليش عم نقول أوميغا ثري أوميغا ثري دهون صحية شو هي الأشياء اللي عم تعطي جسمك مثل ما حكينا أول فائدة لإلها الصحة تضبط الهرمونات عند السيدات يعني منتشر جدا تكييص المبايضة عند الصبايا اللي بتقول لك عم عاني منها بس مقاومة الأنسلين تصير في عندي أطراب الدورة الشهرية تساقط في الشعر ظهور في حب الشباب خشونة في الصوت ظهور شعر في مناطق غير محبدة عند الصبايا هاي كلها تعزى إلى نقص الأوميغا ثري في جسمك أحد أنواع خطة العلاج بتكييص المبايضة اللي هي أيضا تعزى إلى عدم الإنجاب يعني السيدة بصير غير قادرة على الإنجاب بسب وجود ارتفاع هرمون التستستيرون وانخفاض هرمون الاستروجين نحن نعرف أن هرمون الاستروجين هو هرمون الأنوثي إذا صار في أي اطرابات بهذه الهرمونات نتيجة نقص هذه الدهون الصحية اللي أهمها الأوميغا ثري رح يصير في عندك ضعف بفرصة الإنجاب وبالتالي حيصير في عندك اطرابات أخرى فتعويض الأوميغا ثري رح يضبط عمل لك ضعفة الهرمونات وبالتالي فرصة أكبر للإنجاب والتخلص من تكييص المبايض يعني هذا خطة خطرة كبيرة تماما تخيلي أنه حمض ذهني مفيد نحن نبتعد عنه أو نظامنا الغذائي يكون خاطئ بتناول الدهون الصحية هذا بالنسبة للنساء تماما يلا نقول للرجال تماما بالنسبة للرجال أيضا مفيدة إليه بالنسبة للصحة الإنجابية يعني يكون عنده ضحف بالحركة الحيونات المنوية أو قلة العدد فيهم أيضا يعيد إلى أنه بضبط هذه الهرمونات الذكورة عند الرجال وبالتالي يصير في عنده صحة إنجابية أفضل فيتعتبر أيضا خط من خطوط الاستشفاء من أجل الإنجام لكمان الأجسام اللي عندهم بحبوا يربوا العضلات بحب يساوي في عندهم بناء أجسامهم قوة عضلية رائع جدا وبيعتبر مهم جدا لأي شخص بيروح عن نوادي وبيعمل جيب مشان تربية العضلات أنه يكون في عندي عضلات مرخية لا عضلات وتكون عضلات صحية لما ننسى الشعر والبشرة أهم نقطة الشعر والبشرة الكثير من لاعي أنه عندهم الأشخاص بيخشون بالشعر لك عندي نفشة يعني أستخدم كريمات ومستخدم حمامات زيت ومستخدم الشامبول مناسب لطبيعة شعري لكن في عندي نفشة بالشعر خاصة في تركيا بتقول لك المي عم تسحب الدهون الصحية منها فمنقول دائما علاج أي مشكلة في الشعر بيكون من الداخل يعني قد ما حطيتي كريمات قد ما حطيتي حمامات زيت واستخدمتي طالما في عندك نقص من الداخل هذه الدهون الصحية وعلى رأس الأوميغا 3 رح يضل في عندك مشكلة بالشعر وخاصة القشرة نحن نعرف أن وجود القشرة بسبجفاف في فروة الرأس ستؤدي إلى تساقط الشعر فالتناول هذه الدهون الصحية من خلال كبسولات الأوميغا 3 رح تؤدي إلى مرونة وترطيب فروة الرأس وبالتالي حيصير فيه غزارة بالدورة الدموية وبالتالي شعر أسماك وشعر طويل أكثر والله هذا يعني ضروري يكون في ثلاغة كل شخص طيب نيقل الآن للحوامل ومن ثم الأطفال تمام هلأ الست الحامل رائع جدا ومهم جدا أن تدناوله والطبيبات النساء بتكون حريصة على إدخال هذا الأوميغا 3 من بداية الشهر الخامس النهاية الرابع بداية الخامس لأنهم بيبدأ يتشكل دماغ الجنين نحن بهمنا صحة الدماغ الطفل مو بس أنه والله يكون طويل نحن كتير مهتم أنه ابني طويل شو فيه الياه طويل لأننا نحن بدنا أيضا يكون ذكي يكون قدراته الذهنية تكون ما شاء الله عالية وكتير من الأشخاص اللي بقلك طفلي أقل من أقرانه دراسيا أو أقل تركيز أو عنده تشتت ما بيقدر يوح عنده فرط حركة عنده تشتت قلت بالتركيز هاي كله بنقول عنده نقص بالأوميغا 3 إما أثناء الأم الحامل أثناء فترة حملة أو أثناء فترة الرضاعة أو أنت طفلك لازم تدخلي لها من عمر ثلاث سنوات من يومين يبدأ يكتسب المهارات التعليمية يجب أن يعطى الطفل الأوميغا 3 إذا كان ما عم ياخده من مصادره الغذائية الطبيعية فهي نقطة كتير مهمة أنه تبدأ فيها ستة حاملة من شهر خمس سنوات من أجل من شهر الخامس من أجل تطوير الدماغ والقدرات الذهنية من لاي أطفال أيضا في عندهم تقول لك أنا طفلي لما يعدوا بحفظه يبينسى ما عنده تركيز أو بحفظه من هون وبينسى من هون أو أنا حفظته رأى الامتحان جاب علامات قليلة جدا يكون عندهم ما كويس ويروح يمسى كل حاجة في إحباط رهيب جدا يصير للأم اللي عمت درسه وضوعت وقتها أو أنه حرقة عصابه هي عمت درس الطفل وطفل يصير في عنده الطفل نقص بثقة بنفسه أنه أنا لش درست درست ما شبت علامات من أنه دخلي للأوميغا 3 هاي في عنده الأوميغا 3 بيحفز على الذكاء والذاكرة وأيضا مساعده على التركيز فتلاتة بواحد خلال والتركيز والذكاء وسرعة أنه ما ينسى الشخص أو ينسى الطفل طب من الأمر كم تعطي مثلا من أمر ثلاث سنوات من أمر ثلاث سنوات هذا الأطفال والحامل من الشهر الخامس تدخلوا فيها وحتى لو طبيبة النسائية مثلا تغافرت عنه ما لش خليت كلهم الحامل وعي وهي تذكر طبيبتها أنا مثلا ما بتناول الأسماك أنا ما بتناول المصادر الطبيعية الموجودة فيها لهذا المواد الحملي فدخلي ليها بمكملات الغذائية أو مع الفيتامينات أو مع مكملات الحديث خاصة أنه يعني بعض كثير الحوامل غالبا ما يعيفوا حين نقول الأسماك صحيح وهو يعتبر مصدر بديل جميل طيب ما شاء الله دكتور أنت ذكرتي فوائد يعني فوائد جمع وعرفنا أنه نقدر ناخذ هذا يعني الأوميغا من الصيدري لكن لو جينا نشوف المصادر الطبيعية تماما وهو الأهم نقول أهوان نلجأ للمصادر الطبيعية يعني أنا صيدلاني وما حالك أن توجهه للمنتجات الصناعية الموجودة في الصيدليات لكن ما بنستغني عنه أكيد هو مكمل علاجي مكمل غذائي يعني الأفضل نلجأ للمصادر الطبيعية لكن في حال النقص في حال كان الشخص عنده نقص شديد جدا فالغذاء يحتاج إلى كميات كبيرة ساعتها بنلتج للمصادر الصناعية الموجودة في الصيدليات أهم مصدر أهم مصدر الأسماك الحيوانية الأسماك الدهنية اللي هي تكون أطع صغيرة نحن مفهوم عنها شائع أنه كل ما كانت السمكة كبيرة الحجم ففيها دهون أكتر نحن نقول بالعكس كل ما كانت السمكة أصغر فهي دهونة صحية أكتر وفيه أوميغا ثري أكتر هي معلومة مهمة جدا فبالتالي منقول التونة والسردين هدول الأسماك الصغيرة غنية بالأوميغا ثري السمك أيضا المحار الجوز عين الجمل أو منسميه جوز عين الجمل هاي مصدر نبات رائع جدا بالأوميغا ثري زيت الزيتون رهيب جدا طبعا مصادره طبيعية بتكون أو أنه معروف أنه كيف يكون يعني ما مغشوش فيه بزيوت صناعية يكون معروف المصدر طبيعي فهدول المواد الغذائي البيض المشتقات الحليب أيضا فيها أوميغا ثري لكن مثل ما تفضلت الحامل بتأنف من بعض الأسماك الجوز بتلاقي بتقول لك عندي غثيان عندي مثلا حموضة في المعدة فنقول لا توجهي للمكملات الغذائية لكن الأطفال يجب أن يكون لديهم حفنة أو أدي حفنة إيد الطفل الزي قد إيدك عبيلها يا جوز وكلهم يأكل يروع المدرسة يتناولها رائعة جدا لتقوي دماغ وتقوي قلبه وتنشد الدورة الدموية تكون كل أم حريصة أن يكون طفلة ذكي بالمدرسة عنده تحصيل عالي أنه تهتم بالجوز أو عين الجمال أو زيت الزيتون خير ما نحكي معنا زيت الزيتون بيئة السلطات ما نعرضه للحرارة زيت الزيتون فإنشان نحافظ على هذه الأوميغا ثري وبالتالي يأخذ الجسم وما نحتاج المكملات ممكن أنا صيداليين يعني أقولوا أنه عم تروجي للمواد الطبيعية أكثر من المواد الصناعية لكن هنا حقيقة نحن دائما بنقول التوجه للمواد الطبيعية للمصادر الطبيعية قبل أنه نتوجه للمكملات أو العناصر الصناعية الموجودة بالصيداليات طب دكتورة كم حصة المفروض أنه إحنا ناكل علشان نستوفي الحاجة اليومية جميع جدا هلأ بنقول حسب حالة الشخص لو كان الشخص عم ياخده كعلاج وقائي يعني ما عنده أي أمراض منقول تركيزه من 250 إلى 500 ميليغرام لكن لو كان في أمراض كان عنده مشكلة بالقلب عنده مشكلة بالضغط الشرياني عنده مشكلة بالتكييس المبايض عنده مشكلة بالصحة الإنجابية للرجل في مشكلة عنده الطفل هون لا ده يصير فيه جرعة علاجية فيه فرق بين الجرعة الوقائية والجرعة العلاجية لهذا يقول لازم الشخص يسأل الصيدالي أو يسأل الطبيب وأهم نقطة للأشخاص اللي عنده ارتفاع بالتوتر الشرياني ما يتوجه من طلقاء نفسه عن الصيداليات يقولها بعد ما سمعونا قدش فيه فوائد لإنه والله كلهم بيقل تماما يحكي الشخص للصيدالي إن أنا عم أخذ دواء ارتفاع بالتوتر الشرياني عم أخذ مدرات عم أخذ نوع معين من أطراب الأدوية القلبية اللي بيكون عنده أطراب بنظم القلب وساعتها الصيدالي أو الطبيب يلجأ للطبيب بيوصف له الجرعة العلاجية وليس الجرعة الوقائية وينظمهم على جرعة الأدوية إنه بيصير فيه تداخلات دوائية وهي نقطة كثير مهمة تداخلات دوائية دوائية وتداخلات دوائية غذائية فالشخص وقد يدروه عند الصيدالي من واجبك يتقل له أنا عم أخذ هاي الأدوية أنا بحاجة إلى أوميغا ثري فيه تعارض بالعلاجات بالأدوية اللي عم أخذها وما هي الجرعة المناسبة للأدوية اللي أنا عم أخذها فمن واجب المريض يكون حريص إنه يذكر الصيدالي أو يذكر طبيبه إنه هنا تداخلات دوائية الأشخاص اللي بيأخذوا أدوية الضغط الأوميغا ثري بيساعد في هبوط الضغط فهو عم يأخذ دواء خافض للضغط ويجي يأخذ أوميغا ثري فبصير عنده هبوط ضغط فجائلة سمح الله ومتعرض الدخول للمشفى طيب الفيتامينات كمان فيه أحيانا فيه تعارض مع بعض الفيتامينات هل بعض الفيتامينات يعني أنت توصي في أي وقت نشرب الدواء هذا عشان ما يكون فيه تعارض سؤال مهم جدا دائما منقول الأوميغا ثري يخليه رافق فيتامين دال نحن بنعرف أنه فيتامين دال مهم جدا وخاصة نحن داخلين على فصل الشتاء المناعة قليلة الفيروسات منتشرة وعارفين أنه فيروسات ما شاء الله متنوعة هذه الشتاء يعني من أولها عم نشوف القريب والإنفلونزة عم يأتي بشكل قوي جدا حتى أقوى من فيروس كورونا اللي كنا نخاف منه ففي الأوميغا ثري مع فيتامين دال أحب بعض بيحب بعض كتير أصدقاء حمينيين جدا نتناولهم بالفترة الصباحية بعد تناول وجبة الفطور قال لك شخص أنا ما بفتر بقلك أجل التناول في الأوميغا ثري مع فيتامين دال مع وجبة الغداء بحيث يكون فيه وجبة دسمة الأوميغا ثري دهني فهو بحاجة إلى وسط دهني ليمتص وفيتامين دال يحتاج إلى وسط دهني لأمتصاصه فبناسبه الأوميغا ثري فبصير مفعولاً متماثل ما شاء الله بتآذر وبالتالي بصير أفضل واللي المناعة واللي رفع يعني بصير في كريات البيضاء مناعة قوي امتصاص أفضل تماماً امتصاص أفضل تآذر أفضل وبالتالي ترفع مناعة الجسم خاصة للأطفال لعنده نربو تحسسي رائع جداً يصير في تآذر بين أميكيثري وفيتامين دال من أول شيء بث الأطفال والكبار طبعاً والكبار طبعاً وفيتامين دال اهتمي فيتامين دال والله دكتوري انت تكلمني ولا ركزي على المعلومات شافت لعدي سمية لأنها والله تتعب كثير رائعية سلام عليك الله يسلم تأمي فيهم بالأميكيثري وفيتامين دال بيكون رائع جداً لإذن لا تعلمها في نوبات متقاربة طيب الأدوية اللي كمان ما ينفع أن نحن نجمعها مع الأميكا تمام أهم شيء مثل ما حكينا أدوية القلب أدوية ارتفاع التوتر الشرياني اللي عنده الداء السكري بيأخذ أدوية السكري بسبب انخفاض بالداء السكري بدأ ينتبه الشخص هدول الأمراض المزمنة يعني الداء السكري أمراض القلب وأمراض التوتر الشرياني أهم شيء أنه الشخص ما نقول ما يجمعهم لا يخبر طبيبه أنه حتى يعطيه الجرعاً مناسبة شاء ما يصير فيه تضارب أو تضاد مع الأدوية والجرعات البقائية أيضاً من الآثار الجانبية ليه الأميكا ثري أحيان بسبب نزيف اللثة أو نزيف بالأنف ليش؟ تمام لأنه بصير هو فيه تخثر بيمنع تخثر الدم وبصير فيه تخثر بيمنع تصير فيه سيولي أكتر لهيك منقول للسيدات أثناء فترة الدورة الشهرية لا تتناول الأوميكا ثري توقفي عن تناول الأوميكا ثري تتناول الأوليون بآخر يومي من الدورة الشهرية أو بعد انتهاء الدورة الشهرية حتى ما يصير فيه غزارة بيقدم من الدورة أو الطمف فينقطة تتير مهم أنه بسبب سيولة في الدم لهيك منقول هو مفيد لأمراض القلب أنه الأمراض القلب نعرف أنه من خاف من تخثر حدوث تخثر بالشرائين أو تصلوا بالشريم حدوث السكتات القلبية فهو رائع جداً للأمراض القلبية لكن مثل ما حكينا نرجع من أكد تستشير طبيبك أو تستشير الصيدلاني ما تأخده لأن يسمعونه وعرفوا الفوائد ما يصير فيه عندهم حماس ويتمجهوا للصيدليات ويأخدوا الجرعة لا تستشير طبيبك حتى يعطيك الجرعة العلاجية المناسبة لإلك طيب إذا حصل حماس والواحد أختار فيها دكتور نحن العرب بشكل عام نحب السخاء يعني وحياناً ناخد يعني فيتامينات بشكل عشوائي أو بكميات كبيرة ممكن تجيب نتيجة عكسية ما هي أضرار الأوميغا 3 يعني إذا أخده بالشبه هذا الشكل نحن إن شاء الله بنكون وعين ما ناخد إن شاء الله بس يعني في حال واحد أخد جرعة زائدة يعني زادة عن هي أكتر جرعة أكتر جرعة مسموح فيها مثل ما حكت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية 3000 ميليغرام يعني ثلاثة غرامات فقط في اليوم؟ في اليوم يعني بما يعادل ثلاث كابسولات في اليوم طبعاً إذا الطبيب يوصف أكثر بيكون هذا جرعة علاجية الأمراض السرطان لا سمح الله الأمراض تكيص المبايض اللي في عنده رجل ضحف شديد بالهرمون التستستيرون هذا بيكون خطة علاجية أخرى لعندنا الطبيب تماماً لكن إحنا بنحكي بشكل عام أكثر جرعة هي 3000 ميليغرام في حال تجاوزت شخص هذا الجرعة فهذا أكتر شيء بيغلطوا فيها اللي عندهم كمال الأجسام يحبوا يبالغوا بالأجوية بالهرمونات بيقول لك أنا بدي ربي عضلات بدي أسبق الزمن وصير في عندي كطلة عضلية كبيرة فهذا الأشخاص للأسف من أكتر أشخاص بيكون في عرضة بإفراط في تناول هذه المكملات أك أول عرض مهم جداً بيصير في عندهم إسهال بيقول لك أنه صار عندي فضلات دهنية لأنه تناول دهون زائدة الأمعاء من قادرة تنطص هذه الدهون وبالتالي يصير في عنده إسهال وقرح في المعدة أو بيصير في عنده غثياء بتلاقي الشخص يعني في دهون زائدة غشاء المعدة ما عادة تحمل وبالتالي بيصير في عنده أقياء هي أكثر عرض جانبي وأكثرها بيكون انتشاراً ممكن يوصل للقرحة تماماً بيصير في عنده قرح إنه جدار المعدة ما عادة يتحمل لها الدهون الزائدة فيها فهي أكثر عرض مثل ما حكينا العرض الثاني هي النزيف نزيف الليثة نزيف الأنف وهبوط في السكر الدم والشخص بيصير في عنده هبوط رائحة فم كريهة جداً رائحة الزنخ زنخ السماكي بيصير فيها ورائحة تعرق أيضاً غير محبذة فدول الأشخاص يقول لك انت انتبه انت عم تاخد جرعة زائدة بيقول لك تتألم من الجرعة وبيحتاج إلى تقريباً أسبوع حتى يتخلص الجسم من هذه الجرعات الزائدة فبديتوقف عن تناول هذه العلاج مدة أسبوع كامل في نقطة مهمة بدي أحكي إنه الشخص لو بدي روع الصيدلية بيقول لك أنا في عندي منتجات رهيبة جداً يعني بيكون صف كامل من الصيدليات موجودة الأوميغا 3 أنا كيف بدي عارف انطقك فعل يعني حتى الصيدلاني مثلاً بتسأل الصيدلاني بيقول لك أنت فيه هاد فيه هاد فيه طب الشخص كيف بدي يعرف أول شي بيقول الحالة المرضية اللي أنت عندك ياها بتحكي للصيدلاني شو هي الحالة المرضية اللي عندك ياها والعمر ثاني نقطة بنتبه إنه المصدر الحيواني مثل ما حكي نحن بنعرف أنه هذه المستخلصات حتى السمك الطبيعي موجودة في البحار في عنصر سام الزئبق فإذا كان هذا المنتج يحتوي على عنصر الزئبق وهي شوائب تكون إما نتيجة خلل في التصنيع أو خلل في الحفظ فبنقول هذا يجب أن تبتعد عنه تسأل الصيدلاني خليني أقرأ هل في هذا الزئبق فإذا كان فيه زئبق أنا بيبتعد عن هذا المنتج النوع الثاني إنه لا صمح الله لو أنت فتحت العلبة وشميت ريحة زنخ أول ما تفتحي بتلعب تهب عليك ريحة زنخ هذا المنتج فاسد مباشرة مترجع للصيدلية أو بيكون بعض الأشخاص شارع علبة مثلا وتاركة وأهملة لكن لو أنا بدي أرجع بعد ما سمعنا خليني أنا عندي أوميغا 3 خليني أرجع تناول هذه الحب فلو بتفتح وبتهب عليك ريحة الزنخ هذه العلبة فاسدة مباشرة نرمية ونشتري علبة أخرى خالب أن يكون في له ريحة يعني شوية يجب أن يكون ليس له ريحة نهائيا نهائيا إنه إذا في ريحة فهي علبة فاسدة يعني في تارفيت تفاعل أكسدة بها الأميغا 3 مع الضوء ومنلاحظ نحن أوميغا 3 بيكون لونه غامئ وحتى حفظه بد يكون بمكان مغلق ما فيه الضوء حتى ما يصير فيه أكسدة وتطلع معنى ريحة هزنخ وصير الشخص يعاني بيقول لك أنا بعد ما أخذ الأميغا حتى عند الأطفال كتير بلأيها في القبل الطعام اللي هيك منقول يجب تناول الأميغا 3 مع وجبة الطعام يعني لا قبل الطعام ولا بعد الطعام خليه أنت أنت عام بنص الوجبة تعطي لطفلك ملعقة طعام الأميغا 3 والشخص بيأخذ كبسولة الكبار السن البالغين فوق 12 بيأخذ الكبسولة أثناء وجبة الطعام حتى ما يصير فيها الأعراض الجانبية المزعجة ويبطل الشخص يأخذ الأميغا كتير تلقى لك أشخاص للأسف يعني النظام الغذائي اللي بيتبعوه يقلل عدد هذه المصادر أنت تنصحيهم أنهم ما يلجأ وخلينا نقول أن هؤلاء الأشخاص يعني ما عندهم أصابات مراض مزمنة بس هو بيحاول أنه ينقص من وزنه هل يلجأ للأدوية أو أنه يتبع بس يعني المصادر الطبيعية علشان يوفي الحصة اليومية جميع جدا هلا الأميغا 3 هو 3 في 1 حارق للدهون مضاد للالتهاب مضاد للأكسيدل ممكن نستغرب كيف نقول هو دهن حمض دهني أو الأحماض الدهنية الصحية ويكون حارق للدهون نحن دائما نقول الدهون الصحية هي التي تحرق الدهون المرضية في عنا يكون دهون حول منطقة البطن سبحان الله ودهون عبر الشرايين ليش بيصير في تصلب الشرايين إن الدهون بيكون الشريان صار في تضيق لأن تراكم هذه الشرايين حول هذا الشريان هو لي سبب هذا التضيق وعدم مرونة في الشريان فمرونة الشريان هي اللي بتأتي من الدهون الصحية فاللي بيساووا دايت أو حميات غذائية بيبتعدوا عن هذه الدهون الصحية بيكونوا عم يعرضوا نفسهم أول أول عرض بيقول لك أنه صار تساقط بالشعر يعني بتلاقي الحميات الخاطئة اللي بتبتعد عن الدهون الصحية بإلك شعري وقع صار فيه تساقط بالشعر فطور وتعب والبشرة صاحبة تماما حتى بصير في إطراب الغضة الدرقية صحيح هي كلها نتيجة نقص الأوميغا 3 فمنقول لو الشخص بده يبتعد عن هذه الدهون الصحية أو هو واقف عند أخصائي تغذية وقال له بتعد بتعد عن هذه الدهون يجب أن تأخذ حبة كابسولة أوميغا 3 مع بيتامين دال ضمن حميتك الغذائية يعني قدم لنفسك هذه الدهون الصحية من خلال مصادر الكيميائي معنش نحن نسمح لك فهذه الأمور إذن هو حارق للدهون مضاد للتياب مضاد للأكسلية لهيك منقول للأشخاص اللي بيع من حمية غذائية يجب أن تأخذوا أوميغا 3 ولا تبتعدوا عن الدهون الصحية الموجودة باللحوم الحمراء أو موجودة بمشتقات الحليب ما شاء الله دكتورة فاتن يعني جبتي الزبدة المهم جدا كفيتين الله باركي حقيقي استفدنا من هذه الفقرة المهمة لهذه المادة اللي يمكن إحنا كنا دي ما قلت نتجنبها وهي أساس الصحة شكرا لك دكتورة فاتن بالخبر لوجودك معنا الدسم الحلو دسم الحلو الصحي المفيد يعطيكي ألف عهد الله يحب اشتركوا في القناة